السلام عليكم اليوم السادس من أيلول 2020 رقد مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية تقدمتها كلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صلت فيها الضوء على مهمة الحكومة في هذه الأيام في أن تعمل حتى اللحظة الأخيرة وأن تعمل بلا انفعالات ولا ردود أفعال إذا الأحداث الأخيرة التي عصفت ببلادنا والحقيقة هذا الكلام هو موجه للجميع لجميع العراقيين للقوة السياسية للحكومة لكل إنسان يعيش على هذه الأرض في أن يتحلى بالصبر والحكمة في هذه الأيام لأن الردود الأفعال والانفعالات بإزاء الأحداث لن تعود بالنفع على العراقيين على بلدنا العراق نتمنى أن نتحلى بما يمكن ويمكن هذه الحكومة من أن تقدم خدمات للمواطنين في هذه الأيام وأن لا تكون لنا ردود أفعال عن ما يشيع من إشاعات وافتراءات وتكون لنا بإزائها قرارات وأفعال العراق يريد مننا الصبر والتحمل والحكمة في هذه الأيام ورقي العقل كلما ارتق العقل اختفت قرقعة السلاح والعكس صحيح ولذلك هذه الأيام العصيبة علينا أن نركز على خدمة المواطنين لأن الوضع حساس وعلينا أن نتعاطى معه بمزيد من الصبر والتحمل والحكمة وأن نتحمل اختلافاتنا بطريقة حضارية تلجأ أكثر ما تلجأ إلى الحوار دون أي شيء آخر في خضم ما حدث في التاسع والعشرين من آب مجلس الوزراء ناقش أمور الضحايا أولئك الذين ذهبوا ضحية هذه الأحداث وأصدر قرارا بعد كل من توفي في خضم الأحداث الأخيرة شهيدا كما أن هذا القرار شمل الجرحة بقانون تعويض المتضررين هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء هذا اليوم لرعاية أهالي الضحايا الذين ذهبوا ضحية العنفة الذي ساد في تلك الليلة في التاسع والعشرين من آب وهي مناسبة حقيقة تدعونا مرة إثر مرة إلى أن نحتكم إلى الحوار وإلى العقل بدلا من الأسلحة والنيران خدمة لبلدنا في موضوع آخر أيضا ونحن نقترب من أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تم التداول في كيفية دعم الحكومة لهذه المناسبة وعادة ما يستقبل العراق ملايين الزوار في هذه المناسبة المهمة وقرر مجلس الوزراء أن يدعم محافظة كربلاء والعتبات العتبة الحسينية والعتبة العباسية والعتبة العلوية بمبالغ مالية ثلاثة مليار إلى محافظة كربلاء ولكل عتبة مليار دينار عراقي لكي يتمكنوا من تقديم الخدمات المعتادة لزوار العراق في أربعينية الإمام الحسين أيضا استضيف السيد عاد الكريم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء اليوم في هذا الإطار إطار زيارة الأربعينية وأيضا احتياجات وزارته من المبالغ المالية لسدها ولتوفير الكهرباء للمواطنين وخضعت المسائل التي قدمها بين يدي مجلس الوزراء إلى النقاش واستجيب لطلبات عديدة لكي تحظى وزارة الكهرباء بالمبالغ المالية اللازمة لاستمرار عملها كان هناك أيضا قراران لوزارة التخطيط أولها أن السيد وزير التخطيط الدكتور خالد البتال خول التفاوض والتوقيع على منحة من الاتحاد الأوروبي اتفاق تنفيذي وشراكة وتعاون مع بلدنا العراق وضمن هذا الاتفاق التنفيذي جاءت هذه المنحة بمبلغ 75 مليون يورو لدعم وضع حلول للنازحين في قطاعات مهمة أساسية منها الاندماج في سوق العمل وأيضا إدراجهم في أنظمة التعليم وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لهم اتخذ هذا القرار هذا اليوم في مجلس الوزراء والقرار الثاني وهو يخص الشركات والمشاريع وفي هذا القرار هو إلزام جهات التعاقد بتحديد سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر لإدراج الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية وهذه الجهات جهات التعاقد الحكومية تتولى الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة سلفا لتجنب تأخير الأعمال وكذلك محاسبة المقصرين هذا القرار اتخذ اليوم في مجلس الوزراء لكي ندعم مشاريعنا المتلكئة والمتأخرة ومحاسبة المقصرين عليها شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر